ارتفع تسجيل السيارات الجديدة في النمسا بنسبة 16.7% في النصف الاول من عام 2023 وبلغت 126.96 سيارة وتم تسجيل 46% منها بمحركات عادية بزيادة قدرها 40% بينما زاد تسجيل السيارات الكهربائية والهجينة بنسبة 39.6% الى 58.296 ألف سيارة والسيارات التي تعمل بالبنزين بنسبة 34% والديزل 20% وعلى الرغم من اقتراب الارقام من مستويات ما قبل جائحة كوفيد ناينتين الا انها لا تزال اقل ب28% مقارنة بعام 2019 وقد تصدرت فوليكسفاجين ماركات السيارات المنافسة ترجمة نانسي قنقر